اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لزيد بالاسم الجديد في الدوري المصري مع النادي الاهلي ودي مباراة مؤجلة من الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز وحنتكلم على المؤجلات وحنتكلم على المباراة وطوقيتها وصعوبتها بس خلينا نروح الأول نشوف زملنا ومرسلنا للقناة الاهلي محمد توفيق يطمننا على الفريق وعلى الأجواء بصفة عامة قبل مغادرة الفريق للفندق للزهاب إلى ملعب المباراة اشتركوا في القناة وصعود زد لمسابقة الدوري المصري الممتاز ممكن فريق النادي الاهلي بكارات مستر مارسل كولر استعد لهذه المباراة بشكل قوي ومكسف بتمرينين فقط عقب مباراة امبي إلى أخيرة التمرين الأول كان عصر السلساء آخر أيام شهر رمضان المبارك طبعا ابتدى بمحاضرة بالفيديو للعبين كان فاهم مستر مارسل كولر عن بعض النقاط الفنية في مباراة امبي وبدء الاستعداد لمباراة اليوم أمام زد من بعدها اللاعبين اللي شاركوا بشكل أساسي أمام امبي خلوا تدريب استشفاء في الجيم وباقي اللاعبين خلوا تمرين قوي جدا ابتدأ بعد التمرينات البدنية وبعدها تمرينات الكورة واختتم الميران بتأسيمة مصغرة ما بين اللاعبين بالأمس أول أيام عيد الفطر المبارك تمرين مسائل اللاعب فرينا دي الاهلي اختتم بالفريق استعداده والمباراة اليوم أمام زد تدريب ابتدأ بمحاضرة فنية المستر مارسل كولر اتكلم فيه عن أهمية مباراة اليوم والأسلوب الفني اللي ان شاء الله يتبعوا فيه هذه المباراة من بعدها تدريبات بدنية تدريبات الكورة ويعني تأسيمة خفيفة كده اختتم بقى مستر مارسل كولر التدريب استعدادا لهذه المباراة من بعدها الفريق اتحرك ووصل لهنا إلى فندق الاقامة للمبيد فيه كان تناول اللاعبين والجهاز الفني واجبة العشاء ومن بعدها خلت الجامعة للراحة النهاردة بقى مبكرا كبتل أيمان يوم المباراة اتدى اليوم مبكرا فريق تناول وجبة الافطار فيه تمام العشرة صباحا بعدها كان فقرة التدريب الخفيف او الاكتيفيشن داخل فندق الاقامة فيه تمام السنة العشرة ظهرا من بعدها كانت تناول اللاعبين لوجبة الغداء فيه تمام السالسة حالا وانا محرك دلوقتي مستر مارسل كولر في اجتماعه الأخير مع اللاعبين ومحاضرة المباراة لوضع الرتوش الأخيرة على أسلوب اللعب وخطة المباراة والتشكيل اللي هيبدأ به نتمنى بالطبع المستر مارسل كولر للتوفيق في التخطيط والإعداد لهذه المباراة واللعبين التوفيق داخل المستطيل الأخضر بالطبع كمان بيتمنى التوفيق للتقم التحكيم اللي هيدي المباراة اليوم بقارة الدولة أمين عمر وبيساعده مساعد أول سامير جمال مساعد تاني وسامة السيد وحكم رابع إبراهيم محمد وعلى تقنية الفي آر والفرحان ومعاونه ومحمود الدسوئي كل التوفيق النادي الأهلي أداء مباراة كبيرة لحظ الصلاة النقاط وإدخال البهجة والسرورة على جمهور النادي الأهلي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك دي كانت كل أجواءنا وأخبارنا من هنا من داخل فندق الأقامة كما عيد كابتن أيمن ومزيد من الأخبار والمعلومات والتحليل والمتعام شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق محمد لخص الموضوع كله في 3-4 كلمات ولكن خليني بقى أتكلم على ظروف المباراة مباراة صعبة مباراة صعبة ماشي من السهل بتيجي يعني أنا هنكلم على المؤجلات بصفة عامة ظروف صعبة بيمر بيها النادي الأهلي بيمر بيها كل سنة وطبعا إحنا ما بنمسكش في الظروف إحنا بنقول بس الأجواء المحيطة بالمباراة الظروف الأصعب اللي هي دايما بتبقى صعبة على جماهير النادي الأهلي وعلى لعب النادي الأهلي وعلى مجلز زارة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني إن إحنا خسرنا خمس نقط في ماتشين وخلينا أقولك بقى أقول لحضراتكم هي يعني تزعل الخمس نقط يزعله ليه؟ لأن إنت مثلا في ماتش البنك الأهلي كل مرة تتقدم ويجي في الجول تتقدم ويجي في الجول وإنت اللي مهيمن ومسيطر آه فرقة البنك الأهلي كانت بتلعب بجرأة وبتهاجم كابتن طارق مصطفى كان بفتح الملعب لكن إحنا كل مرة بنتقدم وإحنا عارفين لما النادي الأهلي بيتقدم يعني الفرقة اللي قدامنا صعب جدا أنها ترجع للماتش خلينا أخذها واحدة واحدة بس بتكسب يجي في الجول تعادل تعادل وتكسب وتتقدم يجي في الجول تاني وبعدين في الدقاء الأخيرة يجي في الجول للخسارة فالماتش كان يزعل زائد كمان انت خسرت التلات نقط وكان أول ماتش المؤجلات بعد العودة جينا للمباراة اللي فات تعادل قاتل لإنبي مع النادي الأهلي النادي الأهلي مسيطر على تسعين في المية من أجزاء المباراة تسعين في المية والنادي الأهلي كسبها لحد دلوقتي بدلت ضايع اللي تعودنا عليه دايما أنه لما تكون الأمور متصعبة على النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي وهو متعادل إحنا كنا بنستنى لوقتي بدل الضايع ده نقول إيه النادي الأهلي هيكسب في التوقيت ده اللي حصل العكسة تماما وعلى فكرة اللي حصل لو حضراتك تيجي تشوف سيناريو المباراة كده تقول لا حرام نطلع متعدين المتش ده حرام نطلع كسبانين ثلاثة أربعة لا كان ممكن نكسب أكتر من كده يعني مكسب اتنين واحد آه كسبنا ممكن نزعل شوية إن إحنا كمان كان ممكن نكسب ثلاثة نكسب أربعة نكسب خمسة أنت بتلعب مع احترامي الفريت أمبي مع احترامي الفريت أمبي أمبي ما حضرتش المتش هتقول لي ما هو تعادله معك صح تعادله معك النتيجة مش بصالح النادي الأهلي زي مثلا طبعا أي حد يقدر يتكلم بسبب النتيجة هتكلم عن موضوع ده يعني بتوسع شوية تيجي تلعب ماتش ضد النادي الأهلي وتكون مثلا يعني الماتش بالنسبة لك فنيا ضعيف وتعمل نتيجة يقوم طالع مثلا المدير الفاني وحقه ما هو يتكلم زي ما هو عايزه لأن النتيجة في صالحه المدير الفاني يقول له ده أنا كنت بسعى النهاردة إنه نكسب النادي الأهلي ده أنا عملت كذا وكذا وكذا تيجي تبص على سيناريو المباراة طبعا ما انت حقك عشان النتيجة مش بصالح النادي الأهلي إنما تبص على سيناريو المباراة لا تزعل تزعل لأن احنا ضيعنا مكسب من إيدينا زي ماتش للنادي الأهلي قول لبنك الأهلي ماتش للبنك الأهلي البنك الأهلي كان بيلعب وكان بيهاجم وكان فتح الملعب يعني كان تلاقي هجمة هنا وهجمة هنا هجمة هنا وهجمة هنا النادي الأهلي كان مسيطر وكل مرة بيتقدم ووزعنا في الآخر ان احنا خسرنا لكن الماتش اللي فات لا مش تزعل انك انت اتعدلت لا تزعل ان انت ما طلعتش كسبان 3-4 فيه اخطاء فيه اخطاء فيه عدم تركيز تمركز خاطئ فيه حاجات غلط في 18 في الكرات السابتة ده لو حضراتكم شفتوا الارقام اللي احنا جبناها او متابعين الماتش كويس دي الروكنية الوحيدة اللي جات لإمبي الروكنية الوحيدة اللي جات لإمبي في الديئة كام في الديئة 93 في الدقيقة 93 طبعا فيه بعض الاخطاء في الملعة فيه بعض الاخطاء في الملعة الاخطاء دي كلفتنا ان احنا نخسر خمس نقط اخر متشين في الدوري المحلي طبعا لا احنا متعودين على كده ولا لعيبة النادي الاهلي متعودة على كده ولا جماهير النادي الاهلي العظيمة متعودة على كده لكن ان شاء الله اللعيبة تعود هنقف هنا بس لحظات عايز اتكلم في حاجة معينة هو الاداء اهم في المرحلة دي ولا النتائج الاداء ولا النتائج البعض بيقول لا طبعا انا تمني النتائج ودي الغالبية والبعض بيقول لا انا عايز الكرة الحلوة بتاعت النادي الاهلي جنب النتائج بس لما تشوف الظروف كلها المحيطة على فكرة انا ببديش مبررات بس لما تشوف الظروف المحيطة بالنادي الاهلي ولعبته وجهازه الفني عايز اقول لحضراتكم حاجة كل واحد بيخطأ واحنا حتى واحنا قاعدين برا بنبقى ايه؟ كل واحد بيقول رأيه كل واحد بيقول رأيه بس مفيش تجاوز من حقك تقول رأيك مختلف مع كولر اه في اوقات كتير بنخالف معاه وفي اوقات كتير بنبقى معاه بس بنقول رأينا بكل صراحة وبنقول رأينا بكل احترام هو وجهة نظر معينة لميستر كولر في بعض الماتشات في بعض اللعيبة في التشكيل في توقيتات التغييرات وجهة نظر طب نقول لحضراتكم حاجة ماتشين سينبا الاخرانيين ماتش اللي هناك واحد سفر مكسب للنادي الاهلي و الماتش اللي هنا كسبانين 2-0 السؤال هل في الماتشين دول احنا حققنا المكسب ومسمعناش كلام كتير زي ماتشين البنك الاهلي وماتش امبي ليه؟ لأنك حققت المكسب بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجة هل الاداء هل الاداء النادي الاهلي في الماتشين دول كان الافضل؟ لا ما كانش الافضل ماتشين سينبا ما كانش هو الاداء الافضل للنادي الاهلي بالعكس احنا ماتش انبي اللي فات لعبنا فيه عن ماتش سينبا مثلا اللي هو كان بتاع الزهاب ده حتى ماتش العودة الشوت الاولاني هو مستر كولر قال انه كان بيلعب بتاكتك معين يعني الشوت الاول ما كناش في افضل حالاتنا بس هو الراجل قال طلع الف المؤتمر انا كنت بيلعب بتاكتك معين وسايب لهم نص ملعبهم يعملوا فيه اللي هو عايزين من غير اي خطورة على مرمانة وفعلا ما تهددش مرمى مصطفى شبير الشوت الاول غير في كرة واحدة كرتين مع بعض في لعبة واحدة وبعدين ابتدى يغير من اسلوب الشوت التاني ماشي ما تكلمناش كتير قوي ليه على ماتشين سينبا ما هو الاداء ما كانش كويس قوي او ما كانش هو الافضل للنادي الاهلي بس عشان النتيجة فرق عشان النتيجة فرق انت كزبان هناك وكزبان هنا ما حقق فوز ما حقق توشب لكده على سينبا في تنزانيا وكمان رجعت هنا وانت مش في افضل حالتك كسبت هنا 2-0 كزبان مجموعة المباراتين 3-0 ما حد تتكلم فينا او تكلمنا قلنا يعني كنا نتمنى يبقى فيها حلوة في الاداء ولكن ايه الغالبية قالت احنا كسبنا الماتشين وعدنا المرحلة دي ودخلين بقى على المرحلة قبل النايل هي المرحلة الاصعب فخلاص نركز بقى ما هو احنا محتاجين تركيز دلوقتي احنا محتاجين تركيز من اللعيبة الدوري ما هو ما تقلقنش كل ماتش بقى ما هو انا بكلم بقى اخواتي او ولادي اللعيبة الفترة القادمة فترة صعبة جدا 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 وبتعدي علينا كل سنة المفروض المؤجلات دي احنا كنا بنقول ايه ده المؤجلات دي كنز معانا كنز ليه لانها نقط محطوطة على جنب كده لما النادي الاهل يرجع ويلعب المؤجلات بتاعته اللي هو المفروض اتأجلتله عشان ما كان شاعت في البيت عشان كان بيلعب فاكتر من بطولة دي هتدينا البطولة ولكن العكس ليه بقى اقولي العكس لان احنا بنلعب كل يومين تلاتة ماتش يومين ايه ما بنكملش تلاتة ايام ما بنكملش تلاتة ايام احنا خلصنا الماتش اول مبارح الساعة 12 بالليل يعني دخلنا في يوم جديد دلوقتي بنلعب بعد يومين مع زد ماتش متأجل من الاسبوع التامن من الاسبوع التامن يعني المؤجلات بالنسبة لنا بقت عبقى علينا المؤجلات بقت عبقى علينا ما بنصدق ماتش نخلص منه علشان نبص للماتش اللي بعده بس اللي بيفرق معنا بقى زي الماتشين اللي فاتوا دول اننا حتى لو مش كويس بس للأسف انا ماتش انبي انا مهيمن ومسيطر على الماتش ولكن بعض الأخطاء الصغيرة كلفتنا ضيع نقطتين زي ماتش البنك الأهلي بعض الأخطاء الصغيرة كلفتنا ثلاث نقاط في ماتشين خمس نقط وده نادرا ما بيحصل للنادي الأهلي نادرا المؤجلات بقى بتمثل ضغط كبير جدا 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 علينا هو المؤجلات دي عشان البعض بس بيقولك ده النادي الأهلي يا عمي لعب سجل تسع ماتشات احنا يمكن وضحناها للسوديو اللي فات هو احنا لما النادي الأهلي يتأجلوا الماتشات دي كانت لعبتوا نايمة في البيت كانوا مريحين النادي الأهلي لعبتوا لحد النهاردة لعبة 31 ماتش في الدوري والبطولات المختلفة 31 مباراة اكتر فريق بعديك هتلاقي لعب كام 22-23 مباراة حتى اللي بيلعب في مسابقة تاني طب مش كان لازم يطراعى النادي الأهلي ما هو طراعى في المؤجلات كويس قوي اللي بيحصل بقى دلوقتي ضغط على لعبة النادي الأهلي وفي جزء منهم كبير عشان بس انا ما بقولش ان لعبة النادي الأهلي كلها مجهدة عشان واحد يعقولي طب هو ريدة سليم مجهد طب هو كهرباء اللي هو كان باله فترة ما بيلعبش مجهد واللي بيلعبه الاول مرة زي عمر كمال مجهد لا انا بقولك غالبية لعبة النادي الأهلي بيتعرضوا للإجهاد وعلى فكرة لان غالبية لعبة النادي الأهلي دوليين وبيلعبوا باسم منتخب مصر الفترة دي مش هتضر النادي الأهلي بس اتمنى اتمنى الكلام اللي بقوله ما يحصلش بعد كده الفترة دي هتضر كمان المنتخب منتخب مصر بيضم تقريبا من 8 لعشرة لعبة من النادي الأهلي في أي معسكر يعني لما نيجي نوصل المعسكر المنتخب بتاع الماتشين بتوع غينيا وبروكينا فاسو ممكن تلاقي معظم أغلب لعبتك في منتخب مصر اللي هم لعبت النادي الأهلي مش قادرة يعيني ترفع رجلها من على الأرض ليه بسبب الضغط اللي بيحصل ده اقول لحضراتكم حاجة ما ناخدها واحدة واحدة ناخدها واحدة واحدة النادي الأهلي خلص ماتشين سنبا في اسبوع اسبوع وكان فيه سفر كويس بعد كده ايه اللي حصل جينا لعبنا الماتش اللي فات ضد انبي كويس بعد كده بيومين 48 ساعة اليوم الثالث ماكملناش بنلعب النهارده ضد زاد بعد 4 ايام هنلعب ضد نادي الزمالك يوم 15 بعدها ب 4 ايام هتلعب مع مزمبي في الكونغو في الدور قبل النهاري بطولة افريقيا وترجع بعدها ب 5 ايام تلعب ماتش العودة هنا يتخلى لهم سفر طبعا للكونغو فبتتكلم حضرك على ايه اخطاء في اخطاء معاك في اخطاء اخطاء ممكن نختلف بنقول مع ميسر كولر او نتفق احنا البعض شايف ان في اخطاء بس هو الراجل بيصحح الاخطاء ممكن ياخد وقت هو هي مدرس على فكرة يعني لما تيجي تتكلم على مثلا مانويل جوزيه مانويل جوزيه كان ليه اولا ايام ميسر مانويل جوزيه كنا في اوقات كتير مش اوقات كتير في بعض المباريات كنا بنكسب بس ما نكوناش بنبقى الافضل بس بنكسب والعملية ماشية والعملية مستمرة كان هو ميسر مانويل احيانا بيبقى ليه جات نظر في حاجة معينة فكان مثلا يلعب واحد في مكانه مثلا يعني او واحد يلعب في مكانه وكان بيتمنى او بينتظر منه ان هو يقدي يجي وقت معين وقت معين ايه ده ده ميسر مانويل جوزيه ما كانش بيزبر ميسر مانويل كان بعد عشر داي او عشر ديئة بالكتير ممكن يغير مدرسة هو فكره كده ويجي تنظره كده مدرسة تانية المدرسة السويسرية اللي منها ميسر كولر احيانا بيعمل حاجات كده ولكن هو بيزبر وبينشوفك ده في حتى في توقيت التغييرات وبينبقى مختلفين معها في بعض الوقت ولكن هي وجهة نظر ولما تيجي تبص على الارقام لا الارقام حد سوالة حرك ارقام ميسر كولر في الفترة اللي مسك فيها النادي الاهلي لا ارقام عظيمة ما تحقق قائلش قبل كده معهم دير فاني فهو هي مدارس التدريب مدارس هو اسلوبه كده مختلفين معاه في بعض خلاص احنا مختلفين وكل واحد بيقول رأيه بس هو في الملعب وهو الادراب اللي بيحصل جوه الملعب وهو الادراب بلعبته وهو خلي بالحضراتكم برضه فوقات كتير قبل كده قال طلع في المؤتمر وقال انا تعلمت من كذا انا لما جيت كنت باعمل كذا لكن انت تعلمت بعد كده الاجواء في افريقيا انا علمتني حاجات كتير وهو بيخطئ ويتعلم بيخطئ ويتعلم بيخطئ ونتمنى ان هو يصحح الخطأ سواء جوه الملعب او في ادارة المباراة مفيش حد ما بيخطئش ولكن احنا اللي احنا بنقوله ان احنا الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي ظروف صعبة جدا 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 ومتكررة كل سنة متكررة واللعيبة دول بني قدمين ما هو التركيز اكيد هيقل في فترة من الفترات باع الاجهاد العالي شوية والضغط ضغط المباريات اللي احنا كل يومين متر لا اكيد اكيد هيحصل اخطاء لكن احنا بنقول ايه زوده نسبة تركيز شوية موضوع التدوير اللي احنا بنقول عليه دي راجعة للمدير الفني راجعة للمدير الفني حتى بعض المراكز اللي هو بيلعب فيها شوية واحنا مختلفين معاه برضو دي بتاعت المدير الفني وهو اكيد لو فيه اخطاء بيتعلم منها وبيصحح بيتعلم منها وبيصحح بس احنا مش عايزين ايه الموضوع يطول شوية لان احنا طبعا احنا بنقول ايه دايما في مشوار الدوري مشوار الدوري طويل ومحتاج نفس طويل ولكن المؤجلات دي زي انا بقول لحضراتكم كنز بالنسبة لنا وفي نفس الوقت بسبب اللي بيحصل فينا عبء كبير جدا 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 حصل لنا كده من السنتين لو بتفتكروا حضراتكم وكان عندنا مؤجلات كتير والمؤجلات للأسف كانت سبب في خسارة الدوري بجانب بعض الظروف الخارجية اللي كان ساعتها احد عواملها التحكيم لو تفتكروا حضراتكم من سنتين مش هنتكلم مش هنرجع تاني احنا خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي لما تيجي بقى تتكلم وتقعد تقول طب واحنا ايه المشكلة لما الاهل يلعب كل يومين ثلاثة طب ما في اوروبا لا الوضع مختلف الوضع مختلف دي زروب مختلفة تماما تماما بين اوروبا في اوروبا بين البلد والتاني احنا منتكلم على ساعة ساعتين مش يوم كامل اروح علعب في جنوب افريقيا اخد لي 11 ساعة غير الاعدة في المطار هناك والاعدة في المطار قابل ياب ساعتين هنا وبعدين التحرك كمان للمدينة اللي انا حلعب فيها والاجواء المختلفة لا مفيش مقارنة نهائي مفيش مقارنة نهائي بين اللعب في اوروبا واللعب هنا في مصر وفي افريقيا مع احترامي للدول الافريقية جميعا لما نيجي نبما بؤس بقى على تصحيح الأخطاء خلينا نتكلم على اخر ماتشا احنا كنا منلعبه اخر ماتشا احنا كنا منلعبه من يومين كنا منلعب הנبي الماتش خلال الساعة كام الساعة 18 احنا لعبنا يوم لاثنين الساعة عشرة الماتش خلال الساعة 19 يعني دخلنا الثلاث دخلنا يوم الثلاث النهاردة ايه النهاردة الخميس لعبا الماللعيبة طلعت من الاستاد ووصلوا بيوتهم كانت الساعة بقت اتنين اتنين ونصف ثلاثة كمان طب ده ده منطقي هتقول لي طب نعمل ايه مواجلات النادي الاهلي كتير طب خلاص ماشي ما انا بكلم حضرتك على الظروف المساحبة لعبة النادي الاهلي ومشينا الثلاث وروحنا البيت اللعيبة دي راحت البيت يوم الثلاث نزلت الاربع او الثلاث اللي لعبه يا دوبك ايه عمله استشفى يوم الاربع انت ما تلحقش تصحح الاخطاء انت بتعمل تدريب خفيف للفرقة كلها واذا كان فيه كلام نهائي بتقوله في الملعب ما انت مش هتلحق تعمل حاجة والخميس بتلعب جيم بتقول لي جي خميس تلعب ماتش طب هو ده عدل وتكافق فرص طب ما تيجي نشوف الفريق اللي قدامنا ما احترامنا برضو لزاد بقى لو دي ما لعبش اسبوع كامل مريح الاسبوع ده انا لعبت فيه ماتشين قدام سيمبا وماتش قدام امبي ودي المباراة التالتة في تمن او تسعة ايام في تمن او تسعة ايام والمنافس اللي قدامي اللي حيلعبني النهاردة مريح وبيتمر وبيتفرج علي وبيدرس سريط اللي من حقه من حقه بس انا بقول لحضراتك الظروف المصاحبة الصعبة جدا اللي بيمر بيها النادي الاهلي النهاردة بيجهز نفسه الفرق اللي قدامنا بتجهز نفسها مفيش اجهاد وبيعود لعبته على اداء لعبت النادي الاهلي في الوقت الميستر كولر نفسه ما عندوش وقت لتصحيل اخطاء معظمها هيبقى عالصبورة معظمها عالصبورة والله مش عايز كذا هعمل كذا مش عايز كذا هعمل كذا بس نفسه اقول لك طب ما هو حتى لو عالصبورة ميستر كولر شايف اخطاء في الملعب وبيعود يدون الاخطاء طب وفي بعض الاخطاء متكررة طب هو بيقول ايه طب ما هو يوجه برضو مدارس في مدارس يعني بتقول ايه وخصوصا المصريين مدربين المصريين يقول لك ان اللعيب المصري ده محتاج توجيه على طول محتاج تعليمات على طول لانه احيانا بيسرح احيانا ما بينفس التعليمات اللي هي المفروض ينفذها اللي المدير الفني ايل عليها كويس فبيبقى فيه توجيه من المدير الفني على الخط على طول لو شاف اي خلل في الملعب لا انت تعال كده انت اعمل كده انت كنت نزل عشان كده اقف مكانك مدارس المدربين المصريين يقول لك ان لازم توجيه اللعيب المصر لازم مدير الفني ميسر كولر مدرسة تانية مدرسة تانية السويس ري هدوء اتزان ما بيضغطش قوي فميسر كولر ليه وجهة نظر في الحتة دي نحترمها نحترمها لان نتاج بصالحه لكن بنقول ايه نتمنى نتمنى ان الفترة الجاية لا احنا برضو مش عايزين النقطة تتسرسب مننا زي ما حصل من سنتين ولو ان كان في بعض الظروف اللي هي ضغطة علينا زي ما بقول لحضراتكم زي التحكيم وايه ابتدت النقطة تتسرب مننا احنا مش عايزين كده احنا معايزين من البداية من البداية نتعلم من اخطأنا ماتش البنك الاهلي وماتش انبي اللي فات ماتشين يزعله وخصوصا الماتش اللي فات ماتش يزعل يزعل لان انت كنت كويس كنت كويس بالنسبة للمباراة مش عايز أقول إنه هو كان النادي الأهلي كان أداءه لا النادي الأهلي كان ركب الجيب النادي الأهلي كان هو الأخطر النادي الأهلي كان هو المستحوذ كان هو اللي مسيطر تخيلوا حضراتكم لما نيجي نشوف سيناريو المباراة هتلاقي إن إنبي راح لمرمى مصطفى شوبير ثلاث مرات ثلاث مرات جابوا منهم جول من كرة سابتة اللي هو هدف التعادل ودي الكورنر الوحيدة اللي إنبي تعادل بها فما تشتر الزعل الفترة اللي جاية نتمنى إن إحنا نتدرك الأخطاء دي نتدرك الأخطاء دي النهاردة ماتش زد ماتش صعب بسبب الظروف اللي أنا بقول لحضراتكم عليها والنهاردة كمان إحنا بنلاعب فرقة فرقة كورة فرقة عندها سرعة عندها حماس عندها بعض اللعيبة عندهم خبرات عنده عدد من اللعيبة عنده مهارات كبيرة جدا عنده مدرب شاب طموح كابتن مجدي عبد العاطي وبيحقق على فكرة كابتن مجدي عبد العاطي بيحقق نتائج كويسة جدا 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 مع الفرقة من أيام ما كان معاه في الدرجة الثانية وصعد بيه الدولي المتاز ودعم نفسه بصورة كويسة جدا والفرقة بتصرف وجابه لعيبة كتير لعيبة كويسة وبدأ الموسم على فكرة كويس قوي وعنده مزيج في الفرقة من خبرات ومهارة وشباب قادرين إن هم يشيلوا الفريق وقدموا فعلا في البدايات أداء كويس قوي وبعدين كعادة الفرقة المصرية البداية بتكون كويسة قوي وبعدين نهدى شوي يمكن في البداية كان هو في المربع الزهبي حتى لما هدي شوية هو دلوقتي في المركز الخامس هو دلوقتي في المركز الخامس فأنت بتلعب معه النهاردة فرقة كرة مدرّب فاهم فرقة حتدايقك وماشي من اللي هو المتشات الغلسة اللي احنا بنونا عليه ماشي غلس سواء كل ما تشات النادي لأهل غلسة أو كل ما تشات النادي لأهل غلسة بس الفرقة دي يعني حتمسك فيك حتدايقك فرقة كرة فرقة غلسة مش حتسيبك ميستر كولر قال إيه في المؤتمر الصحفي مؤتمر الصحفي قال في أخطاء إحنا بنحاول نصحح الأخطاء ما فيش وقت إن إحنا نصحح الأخطاء ولكن بقدر الإمكان بنحاول نصحح الأخطاء ببنسبة المؤتمر الصحفي في بعض الأسئلة اللي بتوجه لميستر كولر أحياناً أحياناً ما بتكلمش على الصحفيين دول على عيننا وعلى رأسنا وكلهم زميلنا وحبيبنا لكن أحياناً بيبقى السؤال غير منطقي ومش وقته ومش محله يعني ما احترامي لأحد الحضرين في المؤتمر احترامي وتأديري لجميع طبعاً بقول له حضراتكم دول كلهم حبيبنا لكن مثلاً في التوقيت ده في التوقيت ده تسأل عن تدعمات الفريق لا الموسم قرب يخلص ولا احنا في فترة انتقالات شاتوية ده احنا لسه ما خلصناش الدور الأول بالمناسبة الدور الأول برضو من ضمن الحاجات اللي احنا كجماهير بنفكر فيها ونخشى الكلام ده يحصل ان انا لازم اكسب المؤجلات لحد نهاية الدور الأول اللي هي مؤجلات بتاعة النادي الأهلي اللي هي من الدور الأول ليه؟ لأن احتمال احتمال ان الربطة تلجأ لنتائج الدور الأول لو الدوري طول شوية تلجأ لنتائج الدور الأول لتحديد تحديد الفرق المشاركة في إفريقيا تاني حصل كده السنة اللي فات الدوري مطود الدوري مطود فانت عندك وقت تحدد فيه الفرق اللي هتلعب في البطولات الأفريقية فبياخده نتائج الدور الأول فكل اللي الواحد يخشى ان يحصل فعلا الكلام دول وانت مش متصدر جدول الترتيب فالمؤجلات مهمة جدا 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 لنا عشان لو حصل حاجة زي كده المهم المؤتمر الصحفي اللي انا بقول لحضراتكم عليها الأسئلة لازم تكون منطقية الأسئلة لازم تكون منطقية وتتوكب مع الحدث اللي انا فيه انما انا اجي لسه ما خلصتش الدول اللعب تسع ما تشاهد والتوقيت احنا في شهر مارس كنا ولا في شهر بداية شهر قبريل وتسألني على التدعيمات يعني هو السؤال مش محل ما احترامي لكل زملاء الصحفية فطبعا اللي انا بقول لحضراتكم ان الظروف صعبة ولكننا برضو انا دايما متفائل هتقول لي ايوان انا متفائل لو اتكلمت على غيابات النادي الاهلي النهاردة لو حضرتك تعرفها هتشوف من اول بداية من الشناوي مرورا بقى بخط الدفاع هتلاقي ياسر ابراهيم علي معلول خشت على نص الملعب امام عشور كريستو حسين الشحال بيرسيتاو دول النص ملعبهم مهاجمين تتكلم على تسع لعيبة فرقة فرقة وفي منهم لعيبة اساسيين لكن برضو عندنا ثقة ان اللعيبة الموجودة قادرين ان شاء الله على سد الفراغ ان شاء الله النهاردة يكون يوم النادي الاهلي احنا واجبنا ايه احنا واجبنا كجماهير ورا لعبتنا ورا لعبتنا اكيد فيه اخطاء واعني احنا من ايام زمان ما كناش بنخطأ الاجيال الزهبية بتاعت النادي الاهلي ما جادش بتخطأ كنا بنخطأ بس نتعلم من خطأنا ونعوض اللي بعد ونعوض اللي بعد ولكن كل اللي همنا ان جماهيرنا تفضل كعادتها ورانا حاجة انا اتمنى اتمنى ان جماهيرنا تملى الساعة المحددة لها في المباريات ملعب النهاردة ملعب صعب شوية استاذ السلام ولكن نتمنى نتمنى مبارياتنا ان شاء الله من النهاردة ومن المباريات اللي جاية ان جماهير النادي الاهلي ترجع مرة تانية تملى مدرجات النادي الاهلي في مباريات النادي الاهلي خلصت معظم كلامي هطلع بقى ريح فاصل وارجع بعد الفاصل ان شاء الله استقبل كابتن ناصر عباس خابرنا التحكيم وتميز لالحديث عن طغم تحكيم مباراة اليوم ارجوكم انتظروه برحب بكم وراءة تانية عزيزان مشاهدين بنرحب بخابرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس كل سنة حضرك طيبة كابتن كابتن ايمان وكل سنوحدك طيب وتحادي الكل جمهير نادل الاهلي ومشاهدي قناة الاهلي كل سنة والشعب المصر كله في خير يا رب وفي امن وفي امان وفي سلام ان شاء الله بإذن الله وربنا يعود علينا الايام الجميلة ديت ان شاء الله بالخير يا كابتن ايمان اللهم امين منورنا كابتن الله يخليك كابتن مناخليك تسأل انت ولا نقول ندخل بقى على جواء التحكيم على طول مبشرتك على طول على طول ندخل ندخل تحكيم كابتن ايمان بالورقة والألم والحسابات والإحصائيات انتعرف الحاجات دي كلها احنا بنسجلها فلما نتكلم ندخل ندخل حكم الدولي امين عمر موجود هو حكم الميدان كويس هنقف شوية لعامين هتكلم أنا بس على امين بني فيه حاجات كده لابد ان احنا نوضحها خاصة بامين الاول بعدها سأقول تقم التحكيم كله امير عمر بطبع حكم دولي كابتن ايمان محترف يعني ايه محترف هدي شغلته اتحاد افريكي مختار حكام الافريكية محترفين محترفين تقريبا 22 حكم على مستوى الكرة كلها هو من ضمن الحكام المحترفين حكم كبير دولي لعب تتقوم الافريكية الاخيرة اجاد ولعب 3 مهورات ولعب قبل انهائي يعني حاجة كده محترمة تم اختياره في الشهر اللي فات من ضمن الحكام اللي هم هيروحوا كس العالم هو ومحمد معروف طبعا يدير مبارات فيه البطاطل الافريكية ومصنف من الحكام البروفيشنال ده امين عمر اذا غريب كابتن ايمان وانا عاوز اقول حاجة مهمة وده حكم دول النهاردة امين عمر لها 3 مبارات فقط في الدور مصر انا كنت احسأل سؤال لحضرتك اتفاضل ايه سبب بعض بعض الحكام المتميزة عن ادارة مبارات الدول العام يعني امين عمر حكم مفيش كلام عليه وحكم دول وحكم عنده مسبب كويس اوي اوي تمثيل مصر في البطولات الافريقية البطولات الدولية البطولات العالمية طيب لما يبقى اخذ 3 مبارات بس في الدول مبارات الدول اللي تعب منه البعض المبارات لبعض الفرق 17 مبارات بالزبط مشكلة مش مشكلة امين بس كابن ايمن بتكلم في نقطة مهمة اوي ودي نقطة خلاف ما بين بعض الحكام الدوليين ورئيس لاجل الحكام بوتور برير هم ليهم نوجة نظر وطبعا احنا بنتكلم هنا احنا محايدين هم بنتكلم بلسانهم وبنتكلم بلسان ناجد الحكام في نفس الوقت هم بيقولوا ايه احنا حكام دوليين بنسافر برّ كتن ايمن فالمفترض ما نبعدش عن المطشات يعني ايه مصبوط مبقاش المسافة ما بين المبارات ومبارات بعيدة وبالتالي فهما بيطالبوا بايه بان هم ان هم يلعبوا على طول باستمرار هدي مطالب الحكام الدوليين بيقول لك انا بطلع بلعب ماتش برّة فمش هينفع العب في مصر هنا كل شهر مبارا هدي مطالبه هو رجل نفس الشيء بيرد وبيقول ايه الحكام اللي عنده تريبا كابتن حناندلا 35 حكم من كابتن عين 35 حكم لماذا لما تيجي تقول منهم كم حكم دولي سبعة ساحة سبعة هم ممتاز يعني بتكلم على الملعب هم ملعب 35 فمتيجي تتكلم في 25 حكم على نسبة المتشاط بتاعة اللي بلعب كل اسبوع تسع متشاط في المصابقة كلها تيجي في نهاية المسم كل حكم ممكن ياخد سبعة متشاط أو تأم المتشاط هو كحكم دولي بيقول لك انا مفعش لعب سبعة متشاط في المسم انا كحكم دولي مفعش والراجل بيقول لك انا عاوز اعمل قعدة للحكام وبالتالي محتاج ان انا ادفع بالناس هي دي نقطة الخلاف اعتقد في فترة الفاتت في سبيلها لانها يعني هي تتحل وابتدي الناس نشوف الناس بتشتغل حاول بس لأمين عمر ودي حاجة مهم لعب كافتن ايمن الاسبوع الثاني الزمالك والمقولين اسبوع الثاني وبعد رجع لعب الاسبوع السادس من الثاني لعب السادس مباراة كانت سراميكا وبرمز يعني ريح ثالث ربع خامس اه ولعب سراميكا وبرمز ده في اسبوع السادس واللعب في الاسبوع التاسع الجيش والمقولين ثلاث ماتشات هزين مباراة للأهلي اول مباراة لعبها في الموسم للأهلي فيوتشار وبرمز كحكم وقدر مباراة هي نفسنا مباراة تقريبا أدر سراميكا وبرمز كان حكم رابع بعد الحكم عن الملعب يأثر عليه تأثير سلبي زي بعد اللعيب عن الملعب تماما خاصة كانوا كانوا الحكام دي بتلعب فوق تحت يعني ولعبوا ممتاز وممكن ينزل لعب المحترفين فالمسافة ما بين المشيط ما كانش بعيدة النهاردة هو منع كابتن منع منع تماما ان الحكم اللي بلعب في الممتاز ما ينزل تحت يلعب المحترفين اللي هو مصنف حكام محترفين وهكذا بنقول يعني مشكلة بطول برير حاول يعني تتحل وإحنا نشوف حكامنا وإحنا كابتن أيمن كل اللي احنا بنعمله ده عشان مصابقة دور تنجح طبعا النهاردة أيمن عمر يلعب مباراة ويعبر عن نفسه لأنه ده حكم دول كبيرة كابتن أيمن هو قادر إن شاء الله بإذن الله بدنيا كويس عنده تمركز عنده كراءة عنده توقق حكم يقول من الحكام المحترفين يا رب النهاردة ربنا يوفقه في المبارا عندنا الحكم مساعد سامير جمال من الحكام الدولين اللي فوق ما تتخيل سامير جمال حكم مساعد موهوب موجود النهاردة هو المساعد الأول وعندين أسامة السيد حكم مخضرم من حكام الكبار أيضا حكم كويس إبريم محمد من حكام السعادين اللي هم طلعين ونهاردة حكم رابع في المبارا وبيلعب أيضا في دور المتاز كابتن أيمن هنا عندنا على تقنية الفار وائل فرحان والنهاردة لعب حسائياته لعب خمس ما تشتحك تبتخيل ولعب عشرة فار يعني هو ماشا كويس وائل تمانا طبعا لدي التوفير النهاردة ومحمد السويق من الحكام السعادين الوعدين الخلاصة مبرأ صعبة تحكميا صحيح على فرقتين صح فرق زد فرق كويس بلعب كورة ندلها طبعا عاوز يكسب فهتلاقي مبرأة صعبة أعتقد النهاردة أمين أمر ربنا وفاقه ولكن زي ما قلت عندنا بعض المشاكل في التحكم ما كانت نايمة ممكن لو في حلقة تانية عندنا حلول يعني احنا عندنا هنا دايما حلول المشكلة تحلل ازاي خاصة ان احنا كنا موجودين في التحاد الكورة حلقة واحدة عاوزين حلقة أو حلقتين يعني ندل حلول ايه يا جماعة تعملوا ايه عشان نقدر نخلي الحكام دولين ماشيين في شكل كويس وأيضا نتحافظ على الحكام اللي انت مطلحهم ومساعدهم في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله أتمنى ان احنا بعد المقراء ما تكونش عن الأخطاء مؤثرة وتكون الأمور ماشية بشكل أفضل سعيد بي كابتن أيمن شكرا طبعا كابتن ناصر تكلم على طاقم التحكيم النهاردة طبعا كابتن أمير عمر حكم فيش علي كلام طبعا حكم كف حكم ممتاز شرف مصر في المحافل الخارجية اتمنى له التوفيق هو وطاقم التحكيم المساعد ان شاء الله رب العالمين تكلم كابتن ناصر على صعوبة المباراة خلينا كلمك برضو على صعوبة المباراة لما تيجي تقول ان الماتش صعب طبعا اي ماتش للنادي الاهلي مع اي منافس بيبقى صعب التحكمية لما تيجي تشوف كمان الظروف المحيطة المباراة زد اخر سبع ماتشات محققش مكسب بعد كان ماشي كويس في البداية وكان متصدر في بعض الوقات في اللحظات اللي هو كان او في بعض ما بيكسبش اخر مكسب حققو زد كان في شهر ديسمبر نص شهر ديسمبر ضد الداخلية ثلاثة واحد ده اخر مكسب حققو زد فتخيلوا فهو النهاردة لا ده انا حامسك بيدي واسناني في ماتش النادي الاهلي وماتش النادي الاهلي ده عرض عرض الكل اللعيبة ده العودة لا تيجي على حساب النادي الاهلي ده انه النهاردة انا حاموت نفسي تيجي بقى تبص للنادي الاهلي النادي الاهلي اخر ماتشين في الدوري لا خسارة مباراة ومتعادل مباراة يعني انت في ماتشين خد نقطة ضيعت خمس نقطة فالماتش صعب فدرجة الصعوبة كمان في التحكيم هتبقى عالية لان الظروف بتاعت الفرقتين صعبة جدا 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 وخصوصا النادي الاهلي فالنهاردة ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي من البداية بقى من البداية يحللنا الموضوع ده خالص باذن الله رب العالمين شيل الصعوبات ولعبة النادي الاهلي قادرين على كده ان شاء الله بيشرفنا الزميل العزيز محمد الباز عشان يكلمنا بقى النهاردة عن ارقام الفرقتين قبل المرأة كل سنة وانت طيب باز ننوارنا مساء الله خير كابتن ايمان كل سنة حضرتك طيب والسادة المشاهدين وعيد سعيد عليكم جميعا أنا عايز امسك بقى واخد من اخر كلمة حضرتك قلتها ان ظروف الفرقتين صعبة يعني زي ما كنا ختمنا للستوديو اللي فات امام امبي وانا الاهلي يستقبل 11 هدف في اول 9 مباريات ليه يعني اول 9 مباريات ليه في الدوري وده مش المعدل بالزبط يعني ناحية الدفاعية للنادي الاهلي النسبة عالية طبعا بنتكلم خسارة 9 نقاط في اول 9 مباريات برضو فيه ظروف صعبة زي ما حضرتك قلت فبالتالي احنا عندنا دوافع مختلفة نعيد نفسنا تاني فيه محليا يعني افريقيا ماشيه بشكل كويس محليا بقى نركز عشان نقدر نحنا ناخد المؤجلات مع كل المباريات دي نستغل ان احنا نكون في الصدارة تاني بإذن الله ده شكل عام عن النادي الاهلي وارقامه الأخير بالتالي نتكلم على زد زد خص كويس خص بلعب كورة مختلفة عن حتى المباراة اللي فاتت امام امبي فريق عنده توازم ناحية الهجومية عنده لعيبة بكواليتي مختلف بلعب كورة على الارض بيبدأ ان هو بيعمل بلد اوب بشكل كويس جدا بيختارك عنده الأطراف كويسة جدا وعنده لعيبة مفاتيح لاب يعني مستوهم واضح في الدوري وبارز زيكو زي مصطفى سعد واسماء كبيرة قدرنا نشوفها في الدوري في المباريات السابقة برضو اخذ من كلام حضرتك لو ركزنا على اخر ست مباريات لزد اخر ست مباريات لزد خمسة تعادل واحدة خسارة وعايز برضو وقف عند النقطة دي الخمسة تعادل عندهم اتنين تعادل سلبي عندهم اتنين تعادل واحد واحد وتعادل اتنين اتنين ارقام كلها بتوضح ان الفريق بيتماسك حتة تعادل زيادة عندهم كتيرة جدا وعايز اقول لحضرتك المباراة اللي هي كان فيها خسارة كانت امام امبي خسروا في البلاس تسعين واحد سفر يعني كان تعادل للوقت الاصلي خلص بتعادل سفر سفر طيب المباراة اللي قبل الستة مباريات دي اللي هي قبل التوقف الدولي كانت امام الجيش كان برضو خلص تعادل سفر سفر لحد الديئة تسعين والجيش جاب给هم في البلاس تسعين بلاس بلاس خمسة سعين وخلص المباراة. صح. يعني بنتكلم في اخر ست سبع مباريات لفريق زد في الدوري العام بيتماسك. تعادلات عنده حاجة يعني واضحة. صح. حاجة برزة. وانك ما بيحققش المكسل. ما بيحققش المكسل. صحيح. فبالتالي هاخد من كلام حضرتك قبل الفاصل على طول ان الاهل لازم يخلص من البداية. مزبور. يستغل الفرصة لان الفريح احنا قدام خصم. خصم بي يتماسك بيلعب كورة. يعني مقارنة بانبي او حتى البنك اللي احنا اخسرنا او البنك اللي اهل خسرنا امامه. لأ فريق عدد تمريراته بالنسبة للارقام. احصائياته دايما. يعني مباراة الاخيرة لكابتن ايمن كان عنده مسلا تمنتاشر تسديدة على المرمى. امام سيراميك. مزبور. اه تمنتاشر تسديدة على المرمى منهم مسلا تمانية انتار. هو كان الاختر في شوت التاني ومتسايد في شوت التاني. ده حقيقة. فبالتالي احنا قدام فريق بيتماسك. وفي شوت التاني بيبان خطورته. بيبدأ ان هو يفك اي تكاتل. بيلعب كورة اه هجومية. وبالتالي الارقام كده بتورينا ان احنا امام خصم بيخلي النادي الاهلي او المفروض يحفز النادي الاهلي ان هو من بداية المباراة يخلص. بس هو برضو خلي بالك عنده مشاكل في الناحية الدفاعية. يعني هو ستتاشر مباراة تقريبا استقبل ستتاشر هدف. دحية. يعني معدل جول كل مباراة. بالزبط. هو عنده مشكلة. وحنستعرض اللي حضرتك قلته بالزبط ببعض الحالات اللي بتوضح نقطة الضعف عندهم في الناحية الدفاعية. قبل ما نخش على الحالات خلينا نستعرض ما بعض الارقام. ونشوف مشوار زد امام مشوار النادي الاهلي في الدور العام كان ماشي ازاي. يعني احنا بنشوف ستتاشر مباراة. خمسة فوز لزد. اتنين خسارة وتسعة تعادلات. وده الرقم اللي احنا اتكلمنا عليه. تسعة تعادلات. نسبة تعادلات عالية جدا. النادي الاهلي خمس. طبعا تسعة مباريات. خمسة فوز. وخسارة وحيدة. وثلاثة تعادلات حتى الان. خسرنا تسعة نقاط. زي ما قلنا. في تسعة مباريات. الاهداف اتنين وعشرين هدف للنادي الاهلي. الاهلي يعتبر في التسعة لقاءات يا كابتن ايمن. من افضل خمس فرق من ناحية الهجومية في الدور العام حتى الان. بغض النظر طبعا على العدم المقارنة بعدد المباريات. احنا اقل فريق لعب مباريات حتى الان. الناحية التانية نادي زيد عشرين هدف. عشرين هدف في ستاشر مباراة بيوحي ان يعني معدل هدف في المباراة او هدف ونص وده بالتالي ماشي بشكل كويس من ناحية الهجومية. النقاط اربعة وعشرين نقطة لزيد في الستاشر لقاء. اتنين وعشرين نقطة للنادي الاهلي في التسعة مباريات. الاكس جي عند نادي زيد سبعة وثلاثين. كان يصل مش ستاشر هدف باهم. احرسوا ستاشر هدف. قد يصل لسبعة وثلاثين هدف. احنا نادي الاهلي ستة يعني تقريبا. ستة وعشرين هدف من اجمال الفرص. لان هم عندهم ركنيات كتيرة جدا. سبعة وسبعين ركنية. ولكن بمتوسط المباراة أو معدل المباراة. في المباراة الوحدة يعني اربعة بوين تمانية. يعني يصل خمس. يصل으로 خمس ركنيات في المباراة الوحدة. اما النادي الى يصل لتمن ركنيات في المباراة الوحد. فعنده غزارة هجومية عالية جدا. ناحية الهجومية والمعدلات التهدفية عند الاهلي محليا. باين السنة دي بشكل واضح جدا هو الافضل. صناعة الفرص وكل الامور من الناحية الهجومية. صناعة الاهداف الاهلي عنده 17 أسستة كابتنين. ده رقم كبير جدا. 17 أسست في التسع لقاءات. هناك نادي زيد عنده 9 أسست ولكن عنده تمريرات مفتاحية كبيرة جدا عنده 116. ولكن المعدل بالمباراة 7 كيباس في المباراة الوحدة لزيد. أما النادي الأهلي بيصل لعشرة تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة. الأهلي بيصل لصناعة بالعشرة والخمستاشر فرصة في اللقاء الواحد منهم بس خمس فرص حقيقية. فأرقام كبيرة جدا من ناحية الصناعة. من ناحية التهديف. من ضيعة كتير. وحتى أفريقيا. احنا أكتر فريق صنع أهداف وصنع فرص محققة. في أفريقيا هو النادي الأهلي. فهو نفس الكلام. ولكن هنا في أفريقيا كمان في البطولة السنة دي احنا أقوى خط هجوم وأقوى خط ادفاع. مزبوط. هنا احنا بالمعدلات التهديفية على 9 مباريات احنا يعتبر من أفضل فرق من ناحية التهديفية. مزبوط. آسة راميكا هي أفضل فريق من إحراز الأهدف. 24 هدف. ولكن عدد مباريات. عدد مباريات أكبر. احنا متكلم في 22 هدف للنادي الأهلي في 9 مباريات. ولكن احنا تهديفيا أو هجوميا احنا أفضل. من ناحية الصناعة من ناحية المساهمات ومن ناحية التمريرات المفتاحية تحويل بقى الفرص لأهداف احنا يعتبر من أفضل الفرق برضو. يعني احنا ما عندناش المشكلة الكبيرة. احنا هو بنضيع فرص كتير. ولكن مقارنة بفرق الدوري من الكونفرجن من تحويل الفرص دي كلها لأهداف الأهلي يعتبر الأفضل. 16% من إجمال الفرص اللي بتيجي. الفرق بعد كده 11% و10% وهكذا يعني زد احنا أفضل منهم من تحويل الفرص لأهداف. بالتالي لهو احنا النهاردة نقدر نستغل الحتة دي ونزر بشكل أفضل. التزديدات بالمباراة الأهلي هو الأفضل بيصل ل 15 وفوقات بنشوف 18 مباراة. ولكن ده الأفريج المتوسط على المستوى 9 لقاءات بنصل ل 15 تزديدة في المباراة منهم 5 على 3 خشبات بدقة 33% زد 11 تزديدة في المباراة بيعني 4 تزديدات على 3 خشبات بدقة 36% العرضيات النجحة بس احنا بنعمل 5 كروسات أو عرضيات في المباراة نجحة أو من كان بقى من نصر 22 عرضية في المباراة الواحدة الناحية الثانية زد 4 يعني لكن الدقة عندنا 26% لأن عدد الأهداف عندنا بالرأس من 22 هما هدف أو 2 على مازون مش كبير جدا يعني في عدم استغلالنا للحتة دي ستل عندنا فيها يعني كلام نفوض نستغل الناحية الثانية زد واضح جدا نخش بقى الاستحواز والناحية الدفاعية بالأرقام بتبين هنا أن نادي زد يصل لـ 50% كأفرج بالمتوسط في إجمال 16 مباراة الأهلي يصل لـ 60% من الاستحواز من معدلاته في التسع لقاة التمرارات الصحيحة بالمباراة ربعمية وتمانية تمريرة صحيحة يعني الأهلي في المباراة الأخيرة بس وصل لـ 667 تمريرة كابتن أيمان منهم 520 و 530 تمريرة صحيحة وكسب كل الاستحواز أمام ناحية الثانية زد بيشوف 294 تمريرة صحيحة صحيحة ده بيقول لنا برضو أن زد عنده زبزبة أو تزبزب في الاستحواز أو امتلاك الكورة في حالة حاسة الكورة أو البلد أب أنا شفت حتى حضرتك أكيد يعني شفنا في الآخر لقاءات لزد ست لقاءات دايما البلد أب عنده مش بيبني من تحت بشكل كبير لمستين بعد كده الكورة الطولية بتترمي بقى ناحية الشمال طبعا على زيكو يعني فبيبدا أن هو الاختراكات عندهم من العمك وده طريقة اللي احنا شفناه فعشان كده إجمال التمريرات عندهم مش عالية مقاننة بالنادي الأهلي اللي بنلسي الكورة أو شورت باص شكل كبير ودقة عندنا قاعدة حتى التمريرات الطولية الـ 31 بنوصل لـ 31 تمريرة طولية ولكن 31 قوت من الـ 600 وشواء كابتنا أيمن ده بالنسبة لنادي الأهلي مش رقم ضخم يعني ما يوحيش أن الأهلي بلعب دايما كورات طولية لا لأن الأهلي بلعب كورات شورت باص كتيرة جدا وبيعمل البلد أب من تحت دي عادة النادي الأهلي دي عادة النادي الأهلي فعلشان بس ما نقرنش ونقول لا ده الأهلي بلعب 31 في المباراة الواحدة وزد بلعب 24 إذن زدنا ما بلعبش كورات طويلة لا إحنا بنتكلم من إجمالي الـ 600 تمريرة أو إجمالي الـ 500 تمريرة الهداف المستقبلة إحنا يعتبر طبعا إلى يعني قلنا ده عندنا مشكلة فيها علشان ده مش عادة النادي الأهلي في استقبال الأهداف في 9 مباريات استقبالنا 11 هدف ناحية التانية 16 هدف يعني معدل هدف كل مباراة بيدخل في زد الأهداف المستقبلة للمتوقعة كان ممكن يدخل في نادي زد 32 هدف وإحنا كان ممكن يدخل في مرمانة 15 هدف الشباك نظيفة الأهلي الأفضل اتنين شباك نظيفة يعني سوريا مش الأفضل يعني إحنا عندنا معدلات داخت فينا أهداف ولكن الشباك نظيفة عند النادي الأهلي من التسعة مباراة اتنين أما هما من الـ 16 مباراة خمس خمسة شباك نظيفة ومعظمهم طبعا كالتعادل سلبي خسارة الكرة بالمباراة يعني مقاربي من بعض 35 مرة 37 مرة زد بيخسر كرة تحت ضغط بيفكد تركيزه تحت الضغط العالي وده ظاهر جدا اعتراضات وابعاد الكرة احنا بنعمل اعتراضات بنصل ل7 اعتراضات في المباراة بنبعد الكرة 12 مرة وفي مباراة كثيرة جدا بنبعد الكرة 8 مرات 9 مرات 10 مرات اما زد 18 مرة دي معناها بيبع عليهم برضو يعني تكاتل او زيادة هجومية او بشكل كبير في موظم المباراة استعادة الكرة بالمباراة بنبعد الكافري يعني تقريبا متشابهين لان اللعب عندهم برضو عندهم على فكرة برضو بشكل كويس عندهم يعني بتقدر نص الملعب عالي جدا وده بيثبته هنا الارقام اللي هم مشابهين لنا ده شكل عام كده يا كابتن ايمان عندهم بقى مشاكل دفاعية لو حنستعرض الحالات مع بعض حنوضح اهم المشاكل الدفاعية عند نادي زد اللي يقدر نادي الاهلي يستغلها بشكل كبير جدا وهو يعني ده شكل عموما في طريقة اللعب بتاعتهم بلعبوا 4-3-3 مع كابتن مجدي في حالة عدم حيازة الكرة بلعبوا 4-4-2 وهي تواضحة يا كابتن ايمان بتبدأ ان هم يضغطوا يمسكوا اللعبة بشكل كويس بيفلوا على الخص ده شكل بيزرلك 4-4-2 في عدم حيازة الكرة وفي شكل تاني مزارك 4-3-3 في حيازة الكرة ان نكمل بقى نوري المشاكل الدفاعية عند نادي زد بالحالات يعني احنا في اخر كام لقاء يعني مثلا هنا كابتن ايمان معاهم عندهم مشكلة في المرتدة عليهم يعني هو الكادر شوية يعني ماشي نكمل ده الكرة تلعبت يعني نرجع بس علشان نوضح ان هم قبل قبل ما هم يرجعوا في هنا في التكترة عندهم هنا كابتن يعني اعتقد الصورة لو كانت يعني هنا ممكن نبص على من هنا افضل هنا اوضح شوية شوفها كابتن ايمان في المرتدات عليهم هتلاقي دايما عندهم مساحات في خط الخلف وعندهم برضو مساحات ما بين الاتنين سردباكات واول اتنين الازهرة فبالتالي بيحصل خلل عندهم ده في هجم مرتدة تلعبت بسرعة جدا لناحية اليمين هنا الكرة جات له واتحطت في ظهر المدافع وضرب فيها الوفصايد كمل الصورة هنلاقيه ان هو بدأ يكون في مواجهة المرمى وده سدد على المرمى طبعا ما دخلتش جون بس بتكلم على يعني اه هنا كده بدأت شكل اوضح وده سدد على المرمى كابتن ايمان هنا اول حاجة بتقول لنا ان عندهم مساحات دايما في المرتدات عليهم ما عندهم سوق في التمركز بالزبط كده فبالتالي في مساحات ما بين الاتنين سردباكات وما بين الازهرة وخلي بالك كمان هما عندهم بطء في الارتداد شوية بالزبط لما بيهاجموا الرجوع ببط قوي ويبقى فيهم مساحات كتير جدا في نص الملعب صحيح لان عندهم معظم اللعيبة مثلا نص الملعب يعني الصغيري او عاطف قط بيهاجموا كلهم فالتغطية حتى ورا الازهرة مباش كبير نكمل برضو الحلل التاني بطريق نفس الشكل يعني هل حضرتك من الشكل اللي قابله ده الماتش التاني ده سراميكا بالزبط شوف يا كابتن ايمان اللعب سراميكا فيه الناحية اليمين فاضي تمام واحمد عبدالنبي الزير الايمان احمد عبدالنبي خالص في الكادر خالص يعني احنا هشوف هنا عندنا اربع لعيبة الاربعة هنا اوكي عدم تمركز صحيح على اتنين في الزيادة العددية اه لفريق الزد ولكن الناحية التانية ما بياخدوش بالهم خالص يعني فعند لعبة الكرة شكلت طبعا خطورة واحرزوا هلف يعني نكمل هتبين قد ايه ان احنا عندهم هنا مشكلة هو عدل طبعا واحرز هدف لعب طبعا سراميكا سراميكا اه بالزبط بالزبط النيجيري فبالتالي يا كابتنا ايمن ده بيوضح لنا عندهم مشاكل في الخط الخلفي في زي ما احنا يعني ملخصوا هو عدم التمركز سوء في التمركز عدم اراية اللعيبة الاتنين سرد باكات معنوهم على اعلى مستوى يعتبر برضو من الناس المصطفى العيش بيلعبوا كاكوالتي عالي جدا في ناحية الدفاعية ولكن الاراية مع الظاهرين او مع الديفندرات عندهم نص الملعب مع زيادة دايما الهجمات بتاعتهم في بطء في الارتداد فبتالي عندنا مساحات كبيرة نقدر نستغلها النهاردة من بداية اللقاء مش عايزين نوصل لسيناريو اللي يزد دايما متعود عليه ده معدد تعادلات كبير بينهم المبارات بتعادل فده يعني شكل عام تعادل بيعتبر مكسب بالنسبة له بالنسبة له مكسب طبعا اي فريق ده من نادي الاهلي تعادل بالنسبة له مكسب بكل تأكيد ان شاء الله النادي الاهلي يحسن مع النهاردة من البداية ان شاء الله شكرا يا بلس شركتنا ونورتنا شكرا حضرت طبعا الباز حلل الارقام كلها وشفنا عن طريق الارقام ان فرق تزد فرقة مستهلة فرقة مستهلة فرقة بتلعب كرة فرقة بتوصل للجول فرقة بتجيب اهداف ولكن عندهم بعض المشاكل في الخط الخلفي نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يستغل الاخطاء بتاعبته من المشاكل ديت وان هو يحسم المباراة من البداية ان شاء الله كنت بتكلم حضرتكم في البداية على ان كل مدير فني ببالي وجهة نظر وممكن يصححها ممكن يكون هو شاف ان هو كتوجهة نظر وخاطئة في بعض الاوقات او في بعض المراكز فهو حيصحها بعد كده ان المم يتعلم من خطأه النهاردة مستر كرة لو اقولكم على تشكيل المباراة هتلاقي الملعب اتعادل الملعب اتعادل تشكيل النادي الاهلي النهاردة صفة شو بردح رأس المار عمر كمال عبدالواحد زهير ايمن كريم الدباس زهير ايصر عمر كمال عبدالواحد مكانه الطبيعي زهير ايمن بيلعب النهاردة زهير ايمن وكريم الدباس بيلعب في مكانه زهير ايصر قلباي الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنع نص الملعب النهاردة بيلعب عمر السلية مروان عطية واحمد نبيل كوكا تاني عمر السلية مروان عطية احمد نبيل كوكا وسلاسي المقدمة ريدا سليم طهر محمد طهر محمود كهربا تاني ريدا سليم بيبدأ النهاردة طهر محمد طهر ومحمود كهربا واعتقد ان الغالبية راضية بصورة كبيرة جدا 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 عن بداية تشكيل النازي الاهلي النهاردة ونتمنى للعبته التوفيق ونتمنى لجهازه الفني التوفيق في إدارة المباراة خلصت كلامي بعد كده بقى جت الفقرة الفنية نروح نشوف محللنا الكبار ان شاء الله اللي حيشرفونا بعد الفاصل كابتن مار همام كابتن محمد حشيج كابتن أسامة عربي وكابتن أحمد بلال ارجوكم انتظرونا مرحب ب signaling برحب من جمنا الكبار المشرفين النهاردة كابتن مار همام منوارنا كابتن كابتن كلسان طائب حبيب السلام سلام مبلغ لأbeiten بخير يا رب يا رب إن شاء الله. كابتن محمد حشيش كل سلام طيب يا كابتن محمد حشيش. الله يخليك. ده نورك. الله يخليك. كابتن مسام عربي نورنا يا كابتن كل سلام طيب. كابتن أحمد بلاي. كل سلام طيب يا كابتن. انتعب يا كابتن أيمن. صحة وبسعادة دايما يا. يا كابتن ربنا يخليك. طيب نبدأ بتشكيل النادي الأهلي النهاردة. زي ما قلتوا لحضراتكم مصطفى شوبر لحرس المرمى. زهير أيمن عمر كمال عبد الواحد. زهير أيصر كريم الدبيس. وقلباي الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنى. سلاسي خط الوسط أحمد نبيل كوكا مروان عطية وعمر السلية. وسلاسي المقدمة ريدا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمود كهرب. مرة تانية مصطفى شوبر لحرس المرمى. عمر كمال عبد الواحد زهير أيمن كريم الدبيس زهير أيصر. وقلباي الدفاع محمد عبد المنى عمرامي ربيعة. سلاسي خط الوسط مروان عطية وعمر السلية أحمد نبيل كوكا. وسلاسي المقدمة ريدا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمود كهرباء البودلاء. محمود زنفالي خالد عبد الفتاح محمود متولي أكرم توفيق وسامة أبو علي أحمد عبدالقادر حمد مجدي أفشا أنتوني مودست وكريم فؤاد. تشكيل نادي الزاد النهاردة علي لطفي لحرس المرمى أحمد سيد عبد النبي زهير أيمن أحمد زاكي زهير أيصر وقلباي الدفاع محمد اسماعيل ومصطفى العش. سلاسي خط الوسط ماتة مجاسة محمود نبيل أحمد الصغيري وسلاسي المقدمة مصطفى زيكو عبد الرحمن البنوبي وشادي حسين. بودلاء نادي زاد النهاردة محمد ريدا السيد مصطفى عبد السطار اسلام اسماعيل أحمد عاطف كاموني عمر عبد الواحد مصطفى ميسي وأب اليلو وبيتر موتوموسي. ده بودلاء نادي زاد النهاردة في سبات في التشكيل بالنسبة لنادي زاد في المباراتين الأخرين وكذلك المبارات اليوم ونادي الأهلي في تغييرات النهاردة شفتوها حضراتكم. هنكلم فيها مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفاصل. نرحب لكم مرة تانية يا عزيزيزي المشاهدين كابتن ماهر ندخل بقراءة على طول في أجوال المبارات. رغم غياب الفوز آخر مباراتين للنادي الأهلي. النادي الأهلي عنده فرصة ذهبية أنه لو كسب حتى أربع مبارات مؤجلة ويبقى متساوي مع الأقرب المنافسين هو يعتلك خمة الكاتور. بسم الله الرحمن الرحيم كل سنوات الطيبين طبعا. النهاردة مبارات الأهلي وزيد. عارف أقاما بعد مبارات الأهلي في أفريقيا بيحصل نوع من التراخي أو نوع من. لكن عدم توفيق يعني بشكل كبير يعني. تهدى شوي. الأمور بتهدى بالنسبة لنا شوي. ليه بقى أنك منقول من بطولة لبطولة أفريقية أقيد. البطولة الأفريقية ونت مركز فيها بشكل كبير جدا. وبعدها بثلاثة أيام بتخش على الدورة العام برضك بطولة مفضلة بالنسبة لك. بتبدأ تركز فيها بيبقى الوقت قليل ثلاثة أيام بيبقى صعبة أوي. بس فيه حاجة البعض يقول لك أفريقيا بيقولك طيب أنت ماشي كويس في أفريقيا في السنة. الحمد لله بالأرقام أنت ماشي كويس. بالزبط. وبالأرقام أنت داخل فيك جول واحد بس. أقوى خط دفاع. وفي نفس الوقت أقوى خط هجوم. وفيه فرق في بعض الفرق ما بين المستوات في أفريقيا وما احترامنا للدورة المصرية طبعا. وبعض الفرق في الدورة المصرية. فأنت ماشي في المحاك الأفريقية اللي هو المفروض الأقوى ماشي كويس قوي. طب إيه اللي بيحصل في المشاكل الفاتح؟ هجوميا ودفاعيا كمان. عكس بقى في مباراة الدورة العام. يعني مباراة الدورة العام حنبص المهضة حنلاقي أن النادي الأهلي طبعا عنده مؤجلات. النادي الأهلي في ترتيبه العاشر على الدورة المهضة زد ترتيبه الخامس. الأهلي تلاقي بسع مباريات أقل من كل الفرقة يا عيما بشكل كبير جدا يعني. يمكن النص كمان. طبعا الأهلي كسب خمس مباريات وإتعادل ثلاث مباريات وخص المباراة واحدة. طبعا بالنسبة للأهداف للأهلي سجلها 22 هدف وعليه 11. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. 11 نسبة كبيرة. في دخول الأهداف يعني إحنا مش متعودين. يعني إحنا 11 هدف دول يا عيما عايز أقولك أن آه ممكن بننهيبين من موسم. أنا أتذكر كرسين ماهر أيام الجيل الزابي بتاعكم. اللي حببنا في الكورة نادي الأهلي. جيل الكابتن سابت وكابتن إكرامي وجيل حضرتك كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبدو كابتن زيزو كابتن طهر الشيخ. يمكن جيل سنة كاملة كانت شبكة الكابتن إكرامي وكابتن سابت اسمها الشبكة العزراء. بالضبط. لحد ما جيل الماشي القبل الأخير أو الأخير تقريبا كان فيه لعيف دميات يسمه رحان. رحان. هو الشهر في الماشي ده. هو اللي جاب الهدف الأول في مرمى الكابتن إكرامي. عاز أقول لك إن كان فيه مكافأ من الحج حليم رحمة الله عليه أكبر طبعا مشجيع النادي الأهلي كان قد نرصد خمسمائة جنيه اللي يسجل هدف في الشبكة العزراء شبكة إكرامي. أو الله أعدنا يمكن يا عيمن يفتكر أسامة يعني الحدث دي معنا أسامة أصغر لكن أسامة لكن لكن يفتكر أعدنا لزوء الخمستاشر يبلالي حشيش يمكن ما بيخش فينا جول ودي كانت صعبة جدا دوري وقتها كان دوري قوي. وقتها 12 فرقة وكل فرقة يبلالي حشيش يعيمن طبعا عندها لعيبة طبعا قوام منتخب وبعض العيبة موجودة في المنتخب لكن وقتها دفعنا طبعا المكون من يعني جيل السبعينات الكابات من بتوعنا الكبار أحمد عبد الباقي كابتن مصفى يونس حسن حمدي كابتن فتح مبروك. ثم انضمت بعد كده ليهم كل الكلام ده كان يعني دفاع من أقوى الدفاعات اللي موجودة في مصر في الدوري وفي نفس الوقت بيلعبوا منتخب كمان يعني كمان لعيبة دوليين فعاز أقولك ان كان ريحات زي ما ذكرت كده عيما ريحان هو اللي سجل والمباراة دي احنا كسبنا دوميات كمان أربعة يعني يمكن هو الهدف اللي سجله ريحان طبعا الثورة اللي عملها والفرحة والفرحة اللي فرح بيها بسبب ان هو يسجل في النادي الأهلي في خلال الفترة دي وكمان المكافأة اللي حصل عليها من حج حليم رحمة طوله عليه. لكن عايز أقولك ان وبرضا افتكر فيه أجيال ورانا كانت يمكن أيام من وجه زي بردك يمكن كانت الأمور للأسبوع الاثناشر أسبوع التلاتاشر ما ناخدش فينا فاحنا متورسين أجيال وراء أخرى في حيثة انك كنت ازاي بتحافظ على شبكتك بشكل كبير. بص ايما اخد بالك في جميع المباريات لازم يحصل خلل دفاعي يعني انا وانا لاعب عشت الأجواء دي وانا مدرب عشت الأجواء دي. صعب جدا طبعا مش ممكن مفيش فرقة مش هتهاجم عليك يعني مش ممكن هتلعب تسعين دقيقة مفيش حاجة هتروح حتى تلات خشبات صعب جدا. لكن عايز أقولك الأجيال الحالية بتحترم الناد الأهلي بشكل كبير جدا وبتحاول على قد ما تقدر هي جملة واحدة طول الوقت تنظيم دفاعي في التلت الأخير في سبيل يمنع الناد الأهلي يوصل لمرمى الخصف والاعتماد في الهجوم على كونتر أتاك أو كورة مرتدة أو كورة سابتة. عايز أقولك احنا مشكلتنا بس بقلنا فترة كورة سابتة بتمثل مشاكل كبيرة علينا. حتى المنتخبات كذلك. والمنتخبات كذلك. وانا عايز أقول من خلال بالنسبة كده يا عيمن إن كورة سابتة إذا كانت كورة سابتة فاولات مباشرة أو كورنن أو فاولات جانبية في مدرستين في التنظيم الدفاعي داخل الـ 18. مدرستين. مدرسة بتقولك إن أنا بأمن سيكس يارضة بلاعب ثم أأمن المنطقة ثم لعب وراء ثم لعب آخر ثم لعب على الزوال بعيدة أربع لعيبة موجودين على السيكس يارضة وقفين وراء بعض. عشان يمنعوا أي حاجة توصل للجزية دي. والباقي بيبقى أمان داخل الـ 18. لكن بتبقى من أصعب القوة طبعاً مستر كولر بعد أي خطأ بيحصل خد بالك أيماً الأخطاء دي بتبقى عايز أقولك مركبة. في خطأ بيتحسب على الشخص نفسه في ضرب الجزاء في فاول أنت بتعمله. لكن في الحاجات اللي بتحصل فينا بتبقى مركبة يعني معنى إيه يعني كورنان لازم يتبقى واحد واقف قدام كورنان. رقم اتنين لازم واحد واقف على أرق ريبة واحد على الوسطانية واحد على البعيدة وبعدين الباقي ماركن. يعني مودست كان قبل ما يخرج في المباراة بالذات كان بيتميز بشكل بيجد. إزاي حسام حسن زمان زمان كمان كنت لما بترجع زي بلال لما كان بيرجع. فكنت عندكم بضك الملكة دي بالزبط الملكة دي. إنت بتخد القاهوة لا. كابتن حشيش نادي الأهلي فرط في مكسب سهل للماتش اللي فات. النهاردة مستر كولر بيسعى بقى لإيقاف نزيف النقاط في الدولة العاملة زي ما قولنا قبل كده. المؤجلات دي ممكن كابتن بلال قال السوديو اللي فات. المؤجلات دي بتعتبر كنزي. ولكن في الوقت نفسه خلي بالك قوي 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 منها لأنها ممكن تضيع لك بطولة. طبعا طبعا. هي دي المشكلة. إن المؤجلات ما بتبصها على الجدول وبتلاقيك أنت لسه في ناس اللي بتقذب منك سبع مباريات. وإنت لسه قدامك فرصة. دي برضو بتدي اللعيبة نوع من الأريحية شوية في الملعب. بالزبط. والزيادة عليها كمان أن تلاحقوا المباريات ما بين إفريقيا وما بين الدوري وما بين هنا وكل تلات يوم ماتش. هي دي مشكلة. عشان تقدر الصعوبة هنا بقى في المدير الفني إنه إزاي يتحكم في المزاج اللعيبة. المزاج الفني بتاع اللعيبة إنك بتدخله من هنا لهنا لهنا لهنا. فدي صعبة جدا لازم دايما تجدد الدوافع. يعني إحنا بنشوف فرقة النادي الأهلي وشوفناها السنة دي في إفريقيا. شين كويس أوه زي ما أنت قلت. في دافع في طموح لبطولة إفريقيا في طموح عشان أخش كاس عالم أندية. يعني في أكتر من دافع. الدوري المحلي زي بقولك إن إنت قدامك فرصة. لسا الماتش ده لسا الماتش ده. إنما اللي بزعاني بقى في الموضوع إن إنت ممكن يكون أدائك مش كويس. بس إن إنت بإمكانياتك كلعبة نادي أهلي وبخبراتك. إن إنت ما تكسبش وفي نفس الوقت يدخل فيك أهداف نتيجة لأخطاء في التمركز. ناس مكسلة شوية. ناس يعني لو شوفنا الهدفين بتوع المغران اللي فاتت قرب العرض. الواحد ولد حطت رجله قبليك. والتانية الدفنس كله واقف وفي زيادة عددية في المدافعين في النادي الأهلي. ومع ذلك واحد رو عاملها كده بمسطمة. هو ده اللي زعلك. صح. المفروض لعبة النادي الأهلي عندها خبرات دولية وإفريقية ومحلية. المفروض ما تغلطش الغلطات دي. في واحدة هيقول لك الله طبما الأهداف بتيجي عن أخطاء. بس أخطاء عن أخطاء تفرق أيمن. يعني مثلا مجون ييجي مثلا شوطة من بره التمنتاشر تخبط في حد وتخش. صح. ده خطأ بس مش خطأ. تسأل عليه. يعني في حاجات تيجي غزن عنك. إنما أنت تكسل أو تستنى أو تعتمد على اللي قدامك أو تعتمد على حد. هي دي المشكلة اللي محزناك. صحيح. أنت ممكن المكشات المؤجلة دي لو كسبتها تفرق تيجي مثلا. تقمعت خالص. تيجي لبقى المكشات الأخيرة اللي أنت هتخش في معمعت. دور قبل النهائي وإفريقيا والنهائي والكلام ده. تكون أنت خلصت الكلام ده خلاص ورتحت. وتقدر تدي فرصة. وتدي فرصة بقى للناس بقى اللي ملعبتش تلعب تجهزها للمسهم اللي بعده. صحيح. تشوف اختياراتك هاتمين اللي هيقعد مين اللي حيمشي. يعني في حاجات كتيرة ممكن تعملها فعشان كده. صحيح. المكسب مهم. وخصوصا ما يكون المباراة في المتناول بالنسبالك وكسبال. يجون فيك تعادل في ديال 93 هو ده اللي زعلك. يعني احنا معترفين ان احنا فيه الأداء مش أحسن حاجة. بس ده مش مهم طالما ان فيه نتائج وفيه حياة. أهم حاجة بالنسبالي أنا. الفترة اللي جاية لعشان ما تبصش مرضو للدوري. تبص لمباراة الأفريقية الجامدة. لأنها هتبقى الأدوار الجاية صعبة جدا. انك تعالج الأخطاء الدفعية. زي ما كنت بتقول في فترة من الفترات. احنا عندنا مشكلة إضاءة الأهداف. طيب ما انت عندك دلوقتي مشكلة. لا فيه مشكلة تانية كمان انت بتضيع أهداف. وعندك مشكلة ان بتستقبل أهداف من أخطاء سازجة. فالفترة اللي جاية المفروض يبقى فيه شوية تصحيح للأخطاء دي. عشان ان شاء الله المرحلة اللي جاية صعبة. وعندك كمان مباراة برضو. يعني جامد المباراة الزمالك يوم الاثنين. فالثلاثة أيام والرابع تلعب مع الزمالك. فدي لازم برضو النهاردة. صحيح. يعني ان شاء الله نكسب بيديك دفع يعني. إن شاء الله ربنا. طيب كابتن أسامة. يمكن زي ما قالوا الكابتننا الكبار. فيه أخطاء في الملحلة. بس ما تعودناش من فترة أن انت تبقى متقدم نادي الأهلي أكتر من مرة في مباراة. وبعدين الفريق اللي قدامك. برغم الفوارق الفنية اللي بينكم بين بعض. بين النادي الأهلي وأي نادي تاني. بيجيبك. وفي أحيانا كمان يتقدم عليك زي ما تشي البنك الملحلة. ما هو يعني الكابتن كابتن مارو حشيش تمكن نفصل الموضوع. أنت حتى من الجدول أنت جايب 22 جون وعليك 11. فيوتشار اللي هو لاعب 13 ماتش داخل فيه 11. بيراميدز اللي هو لاعب 14 ماتش داخل فيه 10. دي ما كانتش تحصل للنادي الأهلي. رغم أنت كتهديف أنت 22 في 9 ماتشات. يعني بيراميدز اللي هو لاعب 14 ماتش جايب 20 جون. ما حصلوش الرقم 22. يعني أنت جايب تقريبا هدفين ونص في المباراة. أقوى هجوم البنك الأهلي اللعب 17 مباراة جايب 23 جون. لكن رغم أنك أنت زي ما قالوا الكبات بتضيع فرص سهلة جدا زي الماتش اللي فات. الماتش اللي فات مع احترامل كامل لفرقة امبي. لقوا سيراميكا جايب 25 جون. برضو أقوى خط جون سيراميكا. ماشي. بس أنت لعبت 9 ماتشات. مزبوط. فرقة امبي الماتش اللي فات سهلة جدا جدا جدا. كنت تخرج كسبان 4 و 5. أنت أضعت ما لا يقل عن 6 فرص مؤكدة لكل المهاجمين. لللي لعبوا واللي غيروا. يعني كهربا ضيع. مودس ضيع. ريد اسليم ضيع. طير محمد طير ضيع. وسام علي لما نزل ضيع. كان سهلة وتكسب. ماشي. بس أنت بالنهاية بتجيب جوان. يعني زي ماتش البنك. انت قلت إحنا جيبنا 3 جوان. بس المشكلة ده خلفنا 4. ماتش اللي فات. انت كسبان مرتين. يعني واحد. ثم اتنين في الآخر. وراح برضو جاي في الجنين. رغم أن فرقة برامد. ما عملتش هجمتين. جابوا بينهم الجنين. يعني ما فيش فرص لهم بتقريبا ضيع. فواضح أنه في أخطاء في التفكير. أنك إنت إزاي تحافظ. لو معرفتش تجيب. تحافظ على الأهداف اللي بتخش فيك. يعني أوقات كتيرة جدا. أنت عايز تجيب جوان. عايز تجيب جوان. عايز تجيب جوان. عايز تجيب جوان. يبقى جيلك وقت تعرف تحافظ وتخرج بال. أي دي بقى مشكلتنا. أن في ناس متكسل. مش هقول بس خط الظهر. يعني خط الظهر جزء. طبعا لأنه دول خط الأول المسؤول عن النواحي الدفاعية. ولكن برضو منظومة نص الملعب. المهاجمين مثلا ما بيرجعوش. طب الدربات السابتة. لو قلنا الكوار المتحركة. المدافعين نمر واحد مسؤولين عليها. لكن لما أجأتكلم في منظومة. في الدربات السابتة. المهاجمين كمان بيرجع. ونص الملعب بيرجع. يبقى إذا هو ما بيخش جوان 18. يبقى مدافع. يبقى فيه مشاكل في الرقابة. فيه مشاكل في التغطية. فيه مشاكل في الاعتماد على بعض. ولذلك إن بتعادل في آخر ثانية. بكورنر. وكل لعبة الآله جوان 18. سواء المدافعين أو المهاجمين أو نص الملعب. فهي شوية تعديلات فيه. أو تنظيم في النواحي الدفاعية كويس. تقلل استقبال الأهداف دي عليك. وإن شاء الله. الماتشات الجاية. الموضوع ده ما يبقاش موجود بالدرجة دي. لإنه 11 جون في 9 ماتشات كثيرة. على المدى الأهداف. كابتن بلال. كابتن السلام أتكلم على المعدلات التهديفية. أو الأهداف اللي داخلت مرمى نادي. هاي أهداف كثيرة. كنا نتكلم على إن أنت زي ما بتحفص على التقدم بتاعك. في أكثر من مناسبة. على العكس بقى في بطولة إفريقيا. يعني لو تكلمنا مثلا على الماتش لسه قريب. ماتشة سينبا في السينبا في تنزاني. أنت جايب جول أحمد نبيل كوكا في بداية المباراة. أول خمس دقائق. وقدرت تحافظ على المكسل. ماتش العودة اللي هنا. ما كناش الأفضل. ولكن جبنا جول. وحافظنا عليه. وقدرنا نجيب الجول التاني. برغم الفارق الفنية بين اللعب في دور التمانية أو المستوى ده في بطولة أفريقيا. ومع احترامي لجميع الأندية في الدولة العامة المصر. شوف الموضوع مختلف شوية كابتان أيمن في إفريقيا عن الدورة العامة المصر. أنت دايما متبص لبطولة أفريقيا أنها البطولة الأقوى والأسمى بالنسبة لك. اللي أنت عايز يعني تبعد بها باللقب بتاعها. كويس. فإنت لما بتبقى موجود في بطولتين بتفكر يعني بطولة ممكن تيجي على يعني مش تيجي على نفسك يعني تميل لها أكتر من التاني. يعني فيه تشتيت في التركيز؟ لا. فيه مش تشتيت. مش عايزة لك تشتيت. مش لدرجة التشتيت. أنا بقول لك الأولوية. يعني أنا النهاردة لو عندي مباراة في إفريقيا دور التمانية وعندي مباراة في الدورة العام. هريح هنا ولا هريح هنا لعيبة؟ لا. أنت بتيجي على حساب الدورة العام. ليه؟ مش عشان الدورة عام ضعيفة. عشان الدورة عام عندك مستمر. عندك مبارات كتير. فانت ممكن تيجي على حساب الدورة العام في بعض مباراة افريقيا حتى كمان في التركيز حتى كمان في تركيز المدير الفني حتى كمان في الاستعدادات انت النهاردة لما بتيجي تدرس مباراة في بطولة افريقيا غير لما بتدرس مباراة في الدورة العام تدرس موارف تقعد تتفرج على الفرقة والتابع حاو تشوف وتقعد تحلل ده رجل ما عندكش الوقت انك تدرس الفريق انت لعب النهاردة هتلعب مباراة اول انبارحك وتتلعب مباراة تانية هتقدر تحضر ازاي هتغير ازاي هتلعب بايه انت بتلعب بالضبط هتصح ازاي هتشتغل بقاني هتغير التاكتك ازاي مفيش وقت بترايح يوم بتلعب بتعمل جمل يعني كورات سابتة اليوم التاني وبتلعب اليوم التالت المباراة اللي بعدها فانت الموضوع من افريقيا لتدور العام مختلف شويتين ثلاثة تركيزك نفسه بمختلف حتى تركيز العيبة كمان ببقى مختلف شويتين ثلاثة انت عارف ان مباراة افريقيا نوك اوت فانت الجول محسوب عليك تمام يعني هاجي فيك جول محسوب عليك فانت بقدر الامكان بتحاول تحافظ تمام على شبكك نظيفة بتحاول تحافظ على تركيزك بتحاول تسجل الهدف بتعمل حسابات كتيرة جدا بره ملعبك عن جوه ملعبك التكتيك بيتغير التشكيل بيتغير الامور الحسابية كلها متغيرة ما بين افريقيا وما بين الدور العام ليس تقليل من الدور العام بس لان خلاص دي بطولة فيها متشين بتلعب متشين فانت تركيزك بيبقى كبير جدا 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 في الدور العام الامور مختلفة شويت عشان كده لما قلت لك السوديو اللي فات المباراة المؤجلة دي ممكن تكون كارسة مش بس مش مش حاجة حلو بالنسبة لك صح ليه كابتن ايمن لان خد بالك اول حاجة تتابع الماتشاب بتاعت الدول وده امر ساق جدا انك تلعب كل تمانية كل اتنين وسبعين ساعة مبارا ده امر ساق جدا ساق على على كل المستويات النوحة التكتيكية والنوحة البدنية والنوحة النفسية وكل حاجة انت تعدلت المباراة القابلة اللي فاتت هتنزل النهاردة عايز تكسر الدنيا عندك حماس شديد جدا ممكن يطغى في اوقات كتيرة عن التكتيك والواجبات بتاعتك النهاردة في لعيبة برضو تلعب مش عايز اقول جديدة بس لعيبة مختاق يعني ملعبتش بالها كتير تمام فدي برضو ده امر برضو خد بالك ممكن يبقى صعب ممكن يبقى سهل ممكن يبقى ضدك ممكن يبقى ليه طبعا فالنهاردة لأ المباراة النهاردة مباراة مش عايز اقول سهلة ومش عايز اقول صعب على النادي الاهلي انت الاسكوات بتاعك المفترض انك تكسب كل مباراة افضل اسكوات في مصر عندك افضل لعيبة في مصر مقارنة بكل الفرق اللي بتلعب قدامها لكن الحماس والرغبة اللي بتبقى قدام الفرق المصرية ببقى حماس كبير جدا 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 مباراة الاهلي بالنسبة له هي مباراة الدور العام مديرين فنين كتير بيعودوا في الدور العام بسبب تعادل مع النادي الاهلي او مكسب للنادي الاهلي وبيعيش عليها مدة مسلا سبعة تمنى تسعة متشايا واللعيبة مستبالها بيتغاية طبعا مليار في المية مليار في المية تمام انك انت النهاردة بتقدم مباراة عظيمة قدام النادي الاهلي خلاص انت تحطب في 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 الليفل الاعلى في الليفل ايه لو انت بتعمل مباراة قوية قدام النادي الاهلي وخلاص وموضوع تسوقيا بيفرمعك بشكل كبير النهاردة لازم الاستعداد بقى قوي لازم تدخل النهاردة كبطل للدور العام مش كفرقة بتحاول ان هي بس تكسب لا الامر لازم مختلف احنا دخلنا مباراة امبي المباراة اللي فاتت بشكل اداء قليل بتركيز قليل جدا دخولك في الماتش ما شغطش الحماس ولا الرغبة الكبيرة جدا اللي انت عايز تكسب ومع ذلك سجلت هدف وبرضو دخل فيك اهدف لسوق التنظيم وسوق التركيز ده حاجتين مهمين جدا يعني بنفتقدهم الماتشات اللي فاتت في مباراة افريقيا اللي كانت هنا كان عندك في بعض الاوقات سوق التنظيم في بعض الاوقات من المباراة وقدر سيمب ان هو يوصل لمرمى مصطفى شبير مرتين لسوق التنظيم خد بالك يا كابتن ايمي الامر صعب جدا العمر صعب جدا الماتشات اللي جاي دي كلها لان خد بالك انت من هنا الاخر اعتقد لنص خمسة او لحد ما عسكر منتخب مصر اللي جاي كل يوم ثلاثة مباراة فانت هيب عندك لازم ان الخدير الفني يركز كواس جداac λازم لايب تركز كواس جدا خد بالك الروتيشن،��outheast�лизم يكون بحساب برضو مش النهاردة ست لعيبة بكرة سبعة لعيبة لأ لازم يوا بحساب مين المجهد تبقى لعب مين تبقى من النهاردة هتديروا 45 ديئة من النهاردة هتديروا 70 ديئة ماين هلعب الماتش ده كل ممكن يعني يعني يقعد المباراة اللي جاي الترتيبات اللعيبة واداهم واشراكهم دخل الماتش لازمener بحسابات صحيح صحيح طيب نتكلم سريعا بقى علشان وقت المباراة في تشكيل النادي الاهلي كابتن ماهر النهاردة عن اخر مباراة فيه تلات تغييرات اعمالهم مستر كورا التغيير الاول هو عدل الملعب يعني احنا كنا نقول الملعب فيه مشاكل اللي هو النهاردة رجع عمر كمال لمركزه القصد عمر بدأ الماتش اللي فات ناحية الشمال هو بيبدأ النهاردة ناحية اليمين وجاب كريم الدبس لعبه في مكان اللي هو كظاهير ايسر نص الملعب بدأ بعمر السولية النهاردة على حساب محمد مجدي افش والنهاردة بادئ برضى سليم على الطرف ومحمود كهرباء رأس حربة على حساب مودست زي ما قلت عيما النهاردة التشكيلة يعني رجعت لطبعاته كل لعب بيلعب في المكان اللي هو بيريحه المكان اللي بيبدأ فيه المكان اللي هو يقدر يأدي لك من خلاله يعني صحيح فالتشكيلة النهاردة فيها توازن بشكل كبير جدا من ناحية الجبهات كريم الدبسي مع أحمد دبيل كوكا مع رضا سليم دي جبهة من ناحية الشمال هتوبة جبهة قوية جدا النهاردة هنبص على اختراقات متنوعة من الجبهة دي من ناحية القرصات العرضية من ناحية خلق المساحة من ناحية وعدد واحد من ناحية الزي أنقل الفرقة من حالة دفاعية الحالة الهجومية نفس كلام عمر كمال السولية طاهر عندهم بردك عنصر الصرع عندهم عنصر القوة عندهم التماركز بشكل كبير عندهم الجرأة الهجومية كهرباء بوجوده كراس حربة وشوفنا كهرباء من اللعبة اللي عندها خبرات يمكن قبل الهواء كان أسامة بتكلم قال لك يعني كهرباء هو واقف بس سبحان الله يعني بيقدر بخبرته يختار المكان المناسب اللي هو فيه اللي الكرة بتنزل فيه وبيقدر يتعامل مع الحاجات اللي بالشكل ده بيجابيها بشكل كبير جدا في إحراز الأهداف إما برجله إما بدماغه يعني كهرباء بيقد في المكان ده ويمكن كهرباء كمان فاجئنا يا أيمن من المسلم الماضي لما لقى في المكان ده إحنا كهرباء عارفينه إنه بيجي من تحت بيجي من الأطراف لكن يبقى الرئاس حربة وهداف بهذا الشكل وخطير ومؤثر ده بيرجع لخبر الكهرباء بصراحة وأداء وزكاهه في هذا المكان وجود مروان طبعا وكوكة وعمر السلية بتحس برضك أن نص ملحبنا رجع تاني لقوته لتركيزه في الجانب الدفاعي تغطية والميلان اللي بيتم من خلال التلات لعبين في الحالة الوجومية في الاستحواز في الانطلاق الأمام ومساعدة المهاجمين بشكل كبير النهات ده كريمة دي بيسي شفنا من الولاد المبشرة لعب قوي لعب سريع لعب يجيد اللعب برجل الشمال كرساته العرضية مؤسرة نهاته يعمل جابها كمان إن شاء الله مع نبيل كوكة ومع رضا سليم عمر كمال ما فيش خوف عليه لأن اللعب دولي ولعب احنا شفناه واخترناه عنده سرعة وعنده خفية الحركة ولعب جوكر يقدر كمان يعمل لنا جابها بشكل كبير جدا في ناحية البكريت رامي كالعادة ومحمد عبد المنعم الأمان بس طبعا أنا بتكلم على والكابات نتكلمه على الأخطاء الدفاعية مينفعش يبقى رامي ووجود بخبرته دي ولازم رامي هو اللي يكون مسؤول عن التنظيم الدفاعي بشكل كبير جدا يا عيمان رامي هو رجل الخبرة اللي موجود في خط الدار في الحاجات السابعة السابتة لازم رامي هو اللي يقدر يكلم الناس يمسك فلان يمسك فلان تعالى هنا اقف هنا تحرك كده مش مصطفى شبير لان مصطفى برضك مطالب مصطفى اي انو يكلم لكن مصطفى لسه موصلش بالخبرات اللي موجود عليها رامي فالنهاردة ان شاء الله بذل الله وكلنا اجمعنا ان النادي الاعلي عنده تحدي النادي الاعلي بطل الدوري يفري معانا المباراة النهاردة احنا عندنا 18 بنت نكسب النهاردة هتتنقلك درجتين 3 في الجدول للامام ان شاء الله من خلال التشكيل ده النهاردة كابتن ماهر ازاي حيلعب من الساركولر وخصوصا ان هو بيلعب 3 في نص الملعب وعمر السلية على حساب افش بص ايما انا بس عايز اتكلم على الفرقة برضو زد عشان يعني طبعا زد بقى لهم اكتر من مطش ما فيش مكسب بس المباراة دي غير موراة النادي الاهلي غير طبعا هم يعني فرقة محترمة وترتيبهم في الجدول كويس بالنسبة لسنة اولى دوري ممتاز طبعا اه كمان هو لو لو في مكسب هو هيخش من الاربع الاوائل ودي حاجة اكيد هو حطتها في دماغه وهتمسح له الفترة اللي فاتت وهتدي له دفع للفترات اللي جاية اللعبة بتاعة زد مش محتاجة حوافز صح مش محتاجة المدير الفني يحفزهم هم قريدي عارفين اهمية المباراة زي ما قلنا المباراة دي هي مباراة الموسم بالنسبة لهم من ناحية تسويال نفسهم من ناحية زي بقولك بيديهم افضلية في انهم يخشوا في الاربع مركز الاولين خصوصا ان هو 24 بونت وبتتكلم على الاتحاد وتتكلم على المصري تتكلم يعني 27 بونت فهو يبقى نفس الليبناط بتاعتهم ما حدش عارف برضه هم هعملوه في المباراة اللي جاية ففيه دوافع كبيرة جدا جدا بالنسبة لفرقة زد وهو فرقة كويسة وعندهم لعيبة من هدفين الدوري بيعرفوا تجيبوا جون بيلعبوا كرة كويسة عجبني النهاردة بقى في النادي الاهلي هو طبعا زبطة التشكيل طبعا كريم دي بيس نبقى موجود النهاردة انا شايف يا موجة نظري ان وجوده ده جيمة اخر كان لازم ياخد من قبل كده لان طبعا ظروف علي معلول والسنة والاجهاد والمورات الكتيرة لازم يبقى فيه بديل وبديل يبقى رجله في الملعب وبيلعب وبقى كويس وهو عنده امكانيات يبقى كويس لان عنده الناحة الدفاعية كويس قوي وعنده الناحة الهجومية كويس قوي كذلك عدلة عمر عمر بيعبش ناحية شمال لما ييجي ناحية اليمين فدي برضو بتديله العدلة بتاعه افضلية صح كذلك برضو ناحية شمال كلها خط الشول رجل شمال بيلعبه محمود كهربا حياخد برضو من اول المباراة ودي حاجة كويسة بالنسبة له بدل ما بينزل في الاخر طهر محمد طهر انا شايف ان هو الموتش اللي فات ابتدى يتحرك وعايز يعمل حاجة لان في بعض اللعيبة ايمن لازم تبتدي تقول انا موجودة لان في بعض اللعيبة بقالها فترة بتاخد فرص ما بتستغلش الفرص دي من ضمنهم طهر طهر لازم يستغل الفرصة اللي جاية لان انا اعتقد ان الموسم الجاي حيبقى فيه يعني كلام تاني كتير في تشكيلة النادي الاهلي وحيبقى فيه تبديل وتوفيق وناس هطلع اعراض وناس هستنى وناس هتيجي من بره خالص فلازم اللعيبة تستغل المباريات دي تستغل وجودها في الملعب انك بتاخد اساسي في النادي الاهلي احنا كنا ايمن اما كنا بنلعب وطبعا اسامة يعني نفس الوضع بالنسبة لي او نفس الدفعة كنا بنستنى بس ان احنا ننزل اساسي موتش بتموت نفسك ربع ساعة ربع ساعة لان الربع ساعة دي لو انت مش مية في المية اعرف ان انت المطش اللي بعد وكل سان طيب لان كم اللعيبة وكل مركز فيه تلات اربعة خبرات كبيرة جدا جدا فلازم اللعيبة اللي بتلعب كريم لازم ياخد بالهم الحتة دي طهر محمد طهر كذلك اللعيبة الخبرات اللي عندنا زي رامي ربيعة لا زي ما كابتن مهر قال لا لا لازم هو عمر السلية لازم هو بقى لهم دور واحد بلعب اخر واحد هنا في الخط الخلفي واحد بلعب في نص الملعب لازم يبقى فيه كلام مع اللعيبة لازم موضوع السرحان ده ما يبقاش موجود الضغط الجماعي يبقى مفيش اتنين ضغطه والباقيين مريحين ضغط الجماعي بقى فيه ضغط جماعي بنستنى تحت الكورن نستنى تحت الكورن لازم يبقى فيه كلام في الملعب وده حيجي من الدفع المباراة انت تعادلت مبارتين خسرت ابنات لازم تعوض القصة دي زي ما قلت انت برضه بتزبط نفسك قبل مباراة الزمالك اللي اي حد في اللعيبة سواء بلعب او ملعبش يتمنى ان هو شارك طيب كابتن اسامة من خلال التشكيل مستر كورن هيلعب ازاي النهار اعتقد هيضغط من البداية من الامام خالص يعني على اساس انه هو اللي عايز يبقى اول دوري وعايز يعوض التعادل بتاع ماتش امبي والهزيمة بتاع البنك الاهلي اعتقد انه هيلعب من الامام ضاغط يعني واستغل الاخطاء اللي ممكن تحصل في الخط الخلف اللي يزد اه يعني انا طبعا طالبنا احنا في الماتش اللي فات ليه كريم الدبيس ما بلعبش واتكلمنا في الموضوع ده اه عدلت الموضوع ده ريدا سليم قدامه في الجناح برضو عدل الجناح لانه كان بلعب مودست وكهاربا كان كهاربا بدم للداخل فاعتقد الجابهة دي ممكن تبقى الجابهة كويسة والنفس الشيء انها حياة تانية اه فانا بطلق هيلعب ضاغط بس هي الفكرة انه لازم اللعابة تستغل الفرص اللي هتيجي والحاجة التانية اللي احنا اتكلمنا فيها في السؤال الاولاني كلنا انه في النواحي الدفاعية لازم فيه تمركز جايد لانه هم عندهم مصطفى زيكو وشادي حسين وعبدالرحمن البنوبي مصطفى زيكو جايب سبعة جوان وشادي حسين جايب تلاتة وعبدالرحمن جايب اتنين وهم جايبين عشرين جوان هم دول تلاتة جايبين اتناش اربون من العشرين صحيح فلازم يبقى فيه رقابة كويسة عليهم طيب كابتن بلال كالعادة السيناريو المتوقع من خلال تشكيل فريتين لشوف الأول طريقة لعبة مجدى عبدالعاطي هي طريقة لعبة هجومية ويفتح الجيب مع كل الفرق اللي بي لعب معها على امل ان هو دايما يجبر الفرق او يدي انطباع للفرق اللي قدامه ان هي كمان تلعب جيم مفتوح فبالتالي هو عنده مساحات يقدر يشتغل فيها عنده اللعيبة بتهد خط النص وعنده لعيب افريقي كده لعيب جيد وسريع وعنده وكورته حلوة ما عرفش النهاردة هيلعب في اللعب ماته مجاسة اه بزرق ايو صح بيكمل كمان وورا الفرق بيكمل كويس وعنده وزيكو لعيب كويس كورته حلوة لعيب عنده امكانات وقدرات جيدة فالنهاردة اعتقد هيلعب بنفس طريقة اللعبة مع النادي الهل انا مجيب مفتوح يحاول ان هو يضغط في نص ملعب يحاول ان هو يلعب كرة هجومية فبالتالي عندك فرصة النهاردة جيدة لو ضغطت واستغلت اول اول واهم نقطة عندهم سلبية البطء في الخط الدفاعي عندهم بطء شديد جدا في الخط الدفاعي كل الفرق اللي تشغليهم في السرعات تمام بتقدر توصل الجول بسرعة جدا 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 هو عايز يحضر واقعات كدير جدا بيعتمد على الكرة الطلية على ترقاف الملعب فبالتالي انت النهاردة لو ضغطت عليه بشكل كويس واستغلت فرق السرعات اللي ما بين المهاجمين بتوعنا وما بين المدافعين لان النهاردة هيقدر يسجل ويقدر يعمل مكش مبارجم ده جدا وتبقى عودة جيدة بالنسبة من النادي كل التوفيق ان شاء الله نادي القاية التحية الفوز من البداية هنروح لفاصل ونرجى لحضراتكم بعد نهاية احداث الشرط الاول انتظرو